موسيقى صباح الخير أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من قناة الجديد عندما يمر الفراغ بعطلة نهاية الأسبوع يدوي صوت العدم وعلى وقع هذا الصوت يشد السياسيون الرحالة إلى جولات خلاف تتنزعها صلاحيات فخامة الحكومة الواعدة بالتعطيل وما سيهم الناس من كل هذه النزاعات السياسية أن الأزمة ستضرب مستقبل الامتحانات الرسمية وسيحفظ التلامذة في هذه المرحلة مادة جديدة في كتاب التاريخ الحديث ويغيبون درسا لي ينسوه عنوانه كيف تعطل بلدا وتبتدع للشغور مبررات لكن ماذا لو طال الشغور الذي أسهم فيه موارنة لبنان ماذا لو ضربت الحياة في جلسة مجلس الوزراء وفعل التشريع في مجلس النواب عندئذ ستبقى رئاسة الجمهورية ساكنة وحدها في مدن التعطيل ويكون الموارنة قد تسبب بأحداث ضرر للمؤسسة الأم ولموقع الدولة الأول حام الدستور وسيقع القادة المتناحرون على الرئاسة تحت طائلة جرم صنعته أيديهم وإذا كنا نرتكب جرائم في حق الدستور والتشريع وإفراغ المؤسسات فإن الدماء هنا لا تسيل والأرواح السياسية لا تزهق ولا تقضي نحبها لتبقى سوريا متصدرة الرقم القياسية في عداد الموت اليومي أو في عداد الموت اليومي أمريكا اللعبة على خطوط الوسط وربما الدفاع كشفت في الساعات الماضية عن أول عملية انتحارية ينفذها فرد من رعاياها هو أبو هريرة الأمريكي فكيف تنفذ واشنطن وعودها للإتلاف السوري المعارض بتعزيز قدرته العسكرية وهل تعطي الجربة جنودا متطوعين مع صفقة الأسلحة من المؤكد أن ليس هناك سلاح ولا ما يسلحون وإذا كانت واشنطن تحقن المعارضة بالمورفين المسلح فأن باريس فضحت مراميها وقالت إنها غير مقتنعة بوجود تغيير جذري في سياسة واشنطن حيال المعارضة ثلاث سنوات وفرنسا تعيد بالتغيير وتتحين موعيد لرحيل الأسد وفبيوسها لم يترك مؤتمرا لأصدقاء سوريا إلا حافظه ورعاه واعدا بالأيام المعدودات على سقوط النظام جيش وزير خارجية فرنسا على الحرب وسعر نارها وألب السوريين بعضهم على بعض واتهم الحكومة باستعمال أسلحة نووية قبل صدور أي دليل ونسق مع زعماء دعم الحرب في الخليج لمرحلة ما بعد الأسد وعودهم أرست 11 ألف مقاتل أجنبي على الأرض السورية وتسببت بمقتل 150 ألف سوري وتشريد 9 ملايين نازح واليوم تأتي باريس لتقول أن رسائل أوباما موجهة إلى الداخل الأمريكي وأن واشنطن لن توفر جهدا للوقوف في وجه المنظمات الجهادية لكنها لم ترفع الحظر عن إيصال الأسلحة النوعية إلى المعارضة ثلاثة أعوام إذن من التضليل من يدفع ثمنها وإذا كانت محاكم جرائم الحرب لن تعاقب دولا كفرنسا وبريطانيا وبعض دول الخليج فمن ستحاسب؟ ربما كرم خياط وابراهيم الأمين إذن البداية من ذكرى الشهادة وهذا العام يختلف عن أي عام في ذكراه الرئيس شهيد رشيد كرامي في سطور تقرير جاتقصن 27 عاما على اغتياله ولا يزال رشيد كرامي في موته حاضرا في مفاصل التاريخ اللبناني أكثر من بعض أحيائه فكان ناخبا رئاسيا في مواجهة من اتهم باغتياله رشيد كرامي ملغات وأنا ما وفاة على العفو أكيد ما لحوة فيه على انتخابه كرئيس جمهورية متهم بأسر رشيد كرامي يعني أنت مقتنع أن سامير جاجع هو قاتل رشيد كرامي ما في شك طبعا مع بداية عام 87 دابت القوات اللبنانية في محاولة تحويل مطار حالات إلى مطار للمنطقة التي تسيطر عليها رفض رشيد كرامي الأمر وهو الذي قدم استقالته من رئاسة الحكومة فقد أصبح واجبا علي أن أتخذ الموقف الذي أراه يخدم مصلحة هذا البلد وأهله ويفتح الطريق أمام إنقاذه لذلك أعلن استقالتي من الحكم رفض رئيس الجمهورية أمين لجميل الاستقالة وأبلغ كرامي ضرورة أن يأخذ الحيطة والحذر بعد المعلومات الأمنية التي أكدت أن حياته مهددة اعتمد كرامي الطوافات العسكرية للابتعاد عن حواجز القتل الطائفي ولكن في زمن الميليشيات ليست السماء سوى مسرح آخر من مسارح الجريمة فكانت حالات حطفا على متن هالطواف العسكرية تيب على الجيش اللبناني انفجرت اليوم عبوة ناسفة موضوعة خلف مقعد رئيس الوزراء رشيد كرامي مما أودى بحياته اغتيل الرئيس رشيد كرامي والجيش اللبناني وضعه باستنفار عام حديثة الاختيال أشغلت الجميع سجل كرامي رقما قياسيا عالميا مع تعيينه رئيسا للحكومة عشر مرات من دون أن يسلم نفسه العصبيات العبثية ليحتل مقعدا في نادي رؤساء الحكومات كان ناصريا في وجه إسرائيل والأحلاف الغربية وشهبيا من أجل محاولة بناء الدولة وعدم تقصيمها فلا كانتونات ولا فدراليات ولا كنفدراليات بل لبنان بلد واحد وقعت الحرب الأهلية فلم تلتهمه وما تحول إلى تاجر دماء ولا إلى زعيم ميليشيا وعبسا يراهنون بعضهم على إسرائيل وبعضهم على أميركا وبعضهم على الشيطان الرجيم فإننا سنظل نناضل وصلنظل نحاور انضم إلى جبهة الخلاص الوطني رفضا لاتفاقية السابع عشر من أيار ما أثمر سقوطا لها ثم انسحابا جزئيا لقوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الشريط الحدودي هذه اللحظات رئيس الأركان الإسرائيلي موشي لابي يتحدث كان مع الصحفيين قيش اللدناني تعبر جسر الأولي باتجاه صيدا إنها لحظات تاريخية نظرا إلى الجماهير التي أبأ أبت إلا أن ترفعه والرئيس كرامي فوق الراحات لم تنشأ محكمة دولية من أجل معرفة هوية قتلة الرئيس الرشيد وتلك أيضا مسألة تسجل لمصلحته جدغسن قناة الجديد الاستعداد لإحياء الذكرى السابعة والعشرين لاغتيال الرشيد على قدم وساق ومؤيدو كرامي يستنكرون ترشح جعجع لمنصب رئاسة الجمهورية يستعد قصر كرم الإلي في ترابلس المقر التاريخي لألي كرامي لاستقبال الجماهير الشعبية في باحته لمناسبة ذكرى السابعة والعشرين لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي وللمناسبة تشهد عاصمة الشمال حركة لافتة لجهة التحضيرات لإحياء هذه الذكرى وانتشرت صور الرشيد في أنحاء المدينة لسيما في ساحة كرم الإلي وارتفعت اللافتات التي تدين قاتله وفي جولة عشوائية لكاميرا الجديد على الترابلسيين بدى واضحا أن ذكرى هذا العام ستشهد مشاركة شعبية كثيفة حضرين تذكر للعالم كل العالم مع ولادها مع عطفالها مع نسوانا كلها أيتها نزل على ذكرى الشعب رشيد كرامي ضد اللي قيتلو سمير جعجع اللي بدون نجيبوه على رقصة الجمهورية والكرسي هذا رقصة الجمهورية ترامره نضيف نحابنا رئيس كفو نضيف مبنى رئيس كفو دام قيته رشيد أفاندي الله يرحمه عكرسي رئيس حكومة عكرسي أيتلو نزل العالم كلها أيتها تيار مستابل غير تيار مستابل كله نزل كنوانا دام رشيد كرامي يعني هو إله على طرابلوس ما في واحد من طرابلوس إما هو موظفه في طرابلوس ما في بات المايله على رشيد كرامي الله يرحمه والعالم كلها نزل زحف نتوني مشاركة كأسيفة لأن نعمل كل شيء اللي مات هذا مات زعيمة زعيم البلاء زعيم الطائفة السلمية غير عن كل الاعتبارات الناس اللي تأخذها يعني فهذا ويشب علينا كأهل بلاء إنه هذا زعيمنا بهذه الذكرى نحقصه في متالية كيف مش نعيد عدونا في متالية كيف اللي كانت عمل مع أسرعين إشارة إلى أن ذكرى ستقام الأحد عند الخامسة مساء في ساحة كرم الإلي في طرابلوس خلاف تحت صقف التوافق السياسي يحكم عمل حكومة المصلحة الوطنية والجلسة المقبلة حاسمة على الرغم من إجماعين استثنائي من قبل جميع الوزراء على أن أجواء الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء كانت جد إيجابية إلا أن معضلة ممارسة صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة من قبل الحكومة لم تصل إلى نتيجة بعد نقاشات مستفيدة من جميع الأفريقاء الخلاف الأول وهو جدول الأعمال يبدو التوجه بحسب ما يشير إليه عدد كبير من الوزراء وما حدث في الجلسة عينها أي أن يطلع رئيس الحكومة مجلس الوزراء على جدول الأعمال قبل 72 ساعة الرئيس تمام سلامه من خلال كلامه يبدو متمسكا بالصلاحيات التي أرسها الدستور من دون الدخول في سابقة دستورية من خلال مشاركة الوزراء في وضع جدول الأعمال كان جوا توافقي بجلسة مجلس الوزراء والبيانة التي صدر صدر بموافقة من الجميع وكلهم جايين نهار الثلاثة ويتابعوا النقاش الموجود وهو نقاش كثير إيجابي بخصوص الإجراءات التي يجب أن تتخذوا كيفية اتخاذها أنا بعتقد الجلسة اللي كانت مبارح جلسة حتكون تاريخية بالنسبة للبنان لأنه لأول مرة عم بيكون في هذا التوجه لإيجاد إجراءات تفصيلية لمادة دستورية وأنا بعتبر هذا التوجه الوفاقي نحو المادة 62 مع الحرص الشديد على إجراء انتخابات الرئاسي بأسرع وقت ممكن رح يكون هو الطريقة اللي رح يتم فيها التعامل من خلال مجلس الوزراء فيما يبدو أن وزراء التيار الوطني الحر تقدموا خطوة إلى الوراء بعدم الإصرار على هذه النقطة والتركيز على مسألة التواقيع على المرسيم التي ينقسم خلالها المجلس على أكثر من وجهة نظر تم النقاش بهذا الموضوع كان فيه اقتراحات أن يوقع الجميع أو أن يوقع التلتان أو يتوقع الأكثرية الموجودة وأهم شيء قيل أنه متى ما كنا متوافقين ما بيعد مشكلة أي وجهة نظر يعني بقصة التلتان نصف زايد واحد أو جمع تقول لك لما بد يكون فيه عندك الكل بدون يوقعه وبيقدر واحد يعطل لك فأنا بفضل أنه على الأقل تكون يعني بحدود التلتان أو الأكثرية اللي وجدت أنا برأيي عندما ينتج مجلس الوزراء قرارا بأي صفة أن كانت تلتان أو بالأكثرية فيصبح قرار باسم مجلس الوزراء وبالتالي التوقيع يكون فعلا على هذا القرار المتخذ باسم جميع الوزراء وما بعتقد فيه وزير لازم يتأخر وزراء حزب الله شددوا في الجلسة على إبقاء الخلافات تحت سقف التفاهم السياسي الذي أنتج حكومة المصلحة الوطنية فيما لا يرى تيار المستقبل في إسرار الطيار الوطني الحر على صلاحيات رئيس الجمهورية أي مناورة في التفاوض الجاري بين الفريقين الامتحانات الرسمية على المحك بدأ العد العكسي لتاريخ السابع من حزيران تاريخ المقرر لإجاء الامتحانات الرسمية والأساتذة الذين كانوا يحاذرون منذ انفجار قضية السلسلة الرتب والرواتب لفت مرارا السياسيين المعنيين إلى ضرورة تدارك الأمور قبل الوصول إلى هذا الاستحقاق الدراسي رئيس هيئة التنسيق النقابية حنة غريب قالها بصريح العبارة عبر قناة الشديد فيه امتحانات ولا ما فيه امتحانات ماذا تقول هذا الموضوع رهن بموقف مجلس النواب مجلس النواب هو الذي يتحمل المسئولية في أنه يعطي الأساتذة حقوقهم ويعطي للطلاب حقوقهم بالشهادة وقبل سبعة حزيران طيب إذا عامل الجلسة وقبل سبعة حزيران أنتوا مستعدين للتأجيل لكي يتمكن الطلاب من الدخول بهيدا الموضوع بدخول بموضل يعني على كل الأحوال بسبعة حزيران مش موعد الامتحانات لكن الامتحانات قائمة وقد يتم تأجيلها حتى كل الطلاب يفوتوا يرجع بجو الدرس وما رح يتم تأجيلها لرمضان 29 حزيران نحنا بالتأكيد نحنا بنا نحتراعوا هيدا الأعمال كل هالمسائل عادي مدروسة وما نشغل عليها وإن شاء الله ما بتطول المادة ومثال تأحل بس الدولة فيها تواجهكم إنكم أنتوا اليوم هيدا السلاح اللي عم تستخدموه اسمه امتحانات رسمية ستصوبوا على هيئة التنسيق والتلغي وزير التربية اليسبو صعب أشار في اتصال الجديد إلى أن كل الخيارات مطروحة كأجراء الامتحانات في موعدها أو تأجيلها أو اللجوء إلى حل إسناد الإفادات والنقاش الحالي هو درس تبعات كل خيار معلنا أن الاتصالات بالمعنيين كافة قائمة وفي خلال الساعات الثمانية والأربعين المقبلة سيتخذ القرار النهائي في هذه القضية من ناحيتي أعلن مجلس عمداء الجامعة اللبنانية في بيان أنه حرصا على مصالح الأساتذة ومطالبهم المحقة وتأكيدا لقرار الجامعة استعادة صلاحياتها كاملة جرى الاتفاق على تأجيل الامتحانات بكل أنواعها في جميع وحدات الجامعة وفروعها إلى يوم الاثنين الواقع في التاسع من حزيران بعدما كانت في السابع منه بين الأساتذة والسياسيين مصير تلامذة لبنان وطلابه مجددا على المحاك البطريارك الراعي يعود إلى لبنان بعيدا من الأعلام والأعلام الإسرائيلي يظهر بعض جوانب زياراته في قرى حدودية مع لبنان في يومه الأخير داخل الأراضي المحتلة وفي ختام أسبوع البطريارك مارب شارة بطوص الراعي في الأراضي المحتلة جاء ما لم يكن في الحسابات لا السياسية ولا الدينية وخرجت الزيارة عن طبعها الرعوي لتأخذ بعدا سياسيا يشمل مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان فمن بلدة عسفيا المحتلة أحرجت كلمات الراعي أولئك الذين حاولوا الدفاع عن الزيارة على اعتبار أنها تثبت عربية المناطق التي يزورها خصوصا لجهة دفاعه عن عملاء الاحتلال الفرين في وقت ما زالت الأجهزة الأمنية تعلن بشكل دوري تفكيك شبكات تجسس إسرائيلية الجماعة اللي اضطروا يتركوا لبنان سنة الألفين هوا جماعة حاربوا ضد لبنان هوا جماعة حاربوا الدولة اللبنانية هوا دي جماعة حاربوا المؤسسات اللبنانية هوا نحن من سمي المتعاملين وخواني أنا هيدا كلام برفضوا رفضا تاما الجام الملأ كله دفاع المطرياركي استكمله في بلدات الناصرة وعكة إضافة إلى بلدة الجش في الجليل الأعلى وهم هنا يحبون لبنان أكثر من أي مقيم هناك وآسف أن تلسق بهم تهمة وأن يلسق بهم نعت ولكن قلت لهم الأبرياء دائما يدفعون سمن غلطاتي وشروري الكبار ارتكابات عملاء الأحد والاحتلال ما زالت حاضرة في أذهان اللبنانيين وموثقة بالصوت والصورة منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي حتى عام التحرير لكن الصمت السياسي عن الزيارة التي شملت مناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي الكامل وبرعاية الأمن الإسرائيلي لم ينطبق على أولئك الذين قضوا حياتهم في صفوف جبهة المقاومة الوطنية جمول وسني شبابهم في معتقلات الاحتلال وعملاءه كان الأجدى بالبترك أنه يرجع للقانون اللبناني فيما يتعلق بتصنيف العملاء والتحدث عن العملاء الجيش العميل أنطوان لاحد هو جيش نكل بالشعب اللبناني ارتكب المجازر بحق اللبنانيين ارتكب المجازر بحق الأبرياء لا أتحدث عن المقاومين ولا أتحدث عن من حمل السلاح بوجه العدو الصهيوني إنني أتحدث عن المواطنين الأبرياء في القرى الجنوبية المسالمين الذين رفضوا التجاوب مع العدو رفضوا التجاوب مع سلطات العدو بحكي عن كوزات إبراهيم بن ترماش الفتاة المسيحية اللي رفضت بأي شكل من الأشكال تتعاطى مع الاحتلال وتم اقتيادها إلى داخل معتقل الخيام وتعرضت إلى ما تعرضت إليه من تنكيل وتعذيب بتحدث عن ديكول أبو طاص كمان ابن قرية ترماش وعلى القرى الكثير من المناضلين بحكي عن نعمان نصر الله ابن إبل السقي شو اللي بحكي عن جورج نصر الله بحكي عن أمه لنعمان اللي اللي تعرضت للتعذيب عن خيه المصاب بمشاكل صحية وجرأ اقتياده إلى داخل معتقل الخيام والتنكيل من قبل العملاء بقلب المعتقل بحكي عن القصف المروع والمجزرة القبرى اللي ترتكبت بصيدة بحق أطفال حوالي عشر أطفال بمدينة صيدة تم قصفهم من موقع العملاء بمنطقة روم هاو دي البطرق شو بيقول عنهن؟ هول مين هني بيقول عنهن البطرق هول مش عملاء هول مش خواناء كل من حمل السلاح إلى جانب العدو يعاقب بالإعدام هالمادي 272 من قانون العقوبات في لبنان وتجنبا للسحفيين وأسئلتهم التي قد تحرج الراعي لم يعلن عن موعد وصوله إلى بيروت التي انتقل إليها بطائرة خاصة من الأردن متوجها مباشرة إلى بكركي أطفال يعملون في حقول الممنوعات على مرء من ذويهم ولا أحد يأبه للدوار الذي يصيبهم تحقيق لزميلة يمنى فواز هؤلاء العمال ليسوا عمالا عاديين وهذه الأيد الملونة لم تتسخ من اللعب في الحقول أو العبث بالأقلام الملونة عبدالإله علي يازي نهال هند آيات ومحمد أطفال يعملون في الممنوعات في حقول القنب الهندي لاستغلال مضاعف هنا بين عمالة الأطفال ووجودهم في أماكن خصبة بالنزاع المسلح عم نحش عم بتعشب؟ شو عم بتعشب؟ حشيشة طيب أدع عمرك؟ 13 عمر 14 سنة كمان من أي متى بتشتغلي يعني بحقل الحشي من شغلت خمس سنين آه من زمين شو بتنعمل فيها؟ هذا يبس سوين دخان أنا نحبه هم يقولوا تعالوا وشتغلوا فيه إحنا جينا نشتغل فيه هندي بتعشبه بشو عم تشتغلي ما هي؟ شو هو؟ عشيشة مبسوطة بالشغل هنا؟ ايه حتى لو كان ممنوعات؟ ايه شو هيدا الشغل؟ شو هيدا الشغل؟ شو هيدا الشغل؟ لأي ساعة لأي ساعة؟ من الساعة ستدل الساعة نعم من داع عشر نتيك رعب؟ رعب آية الحمود شهر هذا بيسوى و هذا كوي هاي هديش هديش داعي هديش هاي ما تسوى هدي ليه بتسوى؟ هاي ما بتسوى؟ هاي ما بتسوى؟ لنا الذكر شو شو بتعمل ما بتعمل شيء؟ هؤلاء الأطفال الذين يستخدمون في موسم تعشيب الحشيشة تستخدمهم الدولة اللبنانية وأيضا عند إطلافها هاي ما بتسوى؟ والله إحنا مجبورين بل عملت شهن بخوف ولا ما بيخوف أنت من وين؟ نحن من الرقة بتنقز شوية أولادك أنه عم بيشوفوا مثلا الحشيش هيدا بيدخنوا العالم من الممنوعات؟ والله عم مجبورين شهنوا مثل ما قال يضر ولا ينفع مجبورين أنت من أي مطة بتجوا على البن بتشتخلوها الشغل؟ والله ما عمر جينا إحنا هاي والمر نشتغلوا بهالشغلة زلت هذه الوجوه بدلت ملامحها الشمس والتعب ولم تمحوا عنها الحزن والخوف ومحمد هو الطفل الوحيد الذي شك ألمه أنا ورد ما بعرفش شو بتعمل بورد الورشة شو بتعمل بورد الورشة شو يعني بورد الموية بيعطيهم الموية عم بتعطيهم موية؟ أنت بتختلف شغلتك عن شغلته أدعم لك أنت عمري دعش بديت حلم المدرسة وبيشتغل بأشياء أنت من وين؟ عن النرأ بتشتغل بأشياء؟ لا شو قلت اللي بدك تشتغل شو؟ بدي أدرس بالمدرسة وبسيك إن شاء الله يا حمودي أما الشويش أبو أحمد فهو صاحب الفضل عليهم لا العكس بحسب قوله وهذا ما يحاول تأكيده عمالت الأطفال أهلهم اللي عمي شكلوهم عم يجوا بإرادتهم وهن اللي عم يجوا يشتغلوا لأن اللي ما منشكل ابنه بيصير يقولي أخيي أنا ما فيني عايش حالي بده يستعين بابنه بمرته بابنته بأخته حتى إذن وفي ظل تزايد الدعوات إلى قونانة سداعة الحشيشة في لبنان لابد من تحييد الأطفال عنها يمنى فواز قناة الجديد أهلا بكم من جديد أكد النائب محمد رعاد الحرصة على أن يجري الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ومن دون أي تدخل خارجي مشيرا إلى وجوب أن يأتي الرئيس الجديد معبرا عن تطلعات الشعب اللبناني وخياراته الوطنية وأن يحافظ على وحدته ويعزز الوفاق بين اللبنانيين من كان يريد رهن البلاد لبرامج الدول الكبرى فليبحث عن وطن آخر هذا الوطن يتمسك بخيار المقاومة والمقاومة تصنع له حريته وقدرته واكتفاءه الذاتي وتصنع له الكرامة والمهابة نحن لسنا تبعا لأحد ولكن نحن منفتحون على التعاون مع كل من ينسجر مع برنامجنا الوطن وزير الخارجية جبران باسيلي اختتم مؤتمره الاغترابي الأول حدد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيلي خمسة محاور من أجل شراكة كاملة مع الانتشار اللبناني في ختام المؤتمر الاغترابي الأول الجامع بعنوان الطاقة اللبنانية الاغترابية الذي عقد في فندق هيلتون حبتور في حضور أكثر من 200 شخصية لامعة من أصل لبناني أنا كلمة مبارحة أول مرة بكلمة بتوجه لحدة بأيها الأحبة لأنه ما لقيت في شيء بقدر عبر فيه عن محبتي لألكم وعن امتنيني لحضوركم بهالسرعة إلا هالكلمة أنتوا بهاليومين زدتولنا منصوب المحبة بقلوبنا ومنصوب المحبة بين بعضنا وبعتقد هيدا أكثر شي نحنا بحاجة لألو إيه نحنا بحاجة لأزرعتكم لنزيد تسويق المنتوجات اللبنانية نحنا بحاجة لعقولكم لتكونوا أنتوا الوسطة بين لبنان ودول العالم الاحتفال تخلى له عدد من الكلمات وجرى خلاله توزيع جوائز تقديرية لعدد من الشخصيات اللبنانية المغتربة لبنان يشهد محاسبة رجل عنف زوجته وطفلته في أول تطبيق لقانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري تحقيق خاص لزميلة دارين دعبوس بعد شهر على إقرار مجلس النواب قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري فعل القانون وشهد لبنان أول تطبيق عملي له وأصبح من الضروري على كل امرأة ألا تتستر بعد اليوم على أي اعتداء أو عنف تتعرض له صحيح أن تحفظات كثيرة شابت القانون ولكنه مع ذلك مكن إحدى السيدات التي سنطلق عليها في تقريرنا اسم ندا من انتزاع حقها من زوجها المعنف وشجع جيرانها على الاتصال بالمي واثناش والإبلاغ لسيما بعدما تبين أن الزوج يحتجز زوجته في المنزل منذ أول أيام زواجها قبل عام ونصف ويقوم بتعنيفها هي وطفلتها ابنة الأسور السبعة بجميع الأشكال السيدة مبارح لما تعرضت للعنف نيابي العامة وقفت الزوج 48 ساعة ورجعتها إلى البيت هي وبنتها مكنتها من أن تبقى بالمنزل ورجعت لها كل وراء السبوتية اللي كان الزوج مستولي عليها ودفعت الزوج نفقة تقرير طبيب الشرعي يعني هاي كمان نوع من إحساس بالمسئولية عند زوجه انت ارتكبت فاعل بك تتحمل أتعابه تتحمل تكاليف علاجه بس اللي صار ما نسألت التوقيف منها عقوبة هي بس فرصة نوقف الرجل أو من بعده عن المنزل لنعطي فرصة للسيدة أن تتحرك وتحصل على قرار حماية من عند قاضي أمو مستعجلة بحسب أنون العنف الأسر ولجمعية كفى عنف واستغلال التي واكبت قضية ندا ملاحظة على قرار الحماية لسيما بعد تعرض ندا لضغوط من قبل عائلة زوجها كادت تدفعها إلى إسقاط حقها ما صدر عن قاضي العجلة اليوم هو قرار يحمي السيدة بفعالية ولكن يعني كان مستحسن لو السيدة بتقدر تاخد هذا القرار بمجرد ما رحت عن نيابة العامة ما تضطر تاخده على دفعات يعني حتى إذا ما نشرح ولكن بعدين ما تضطر أن تاخد أول قصم عند نيابة العامة وترجع الثاني يوم تروح ونحن لمسنا الضغوطات التي تعرضت للسيدة خلال 24 ساعة وكانت على وشك تسقط حقها يبقى أن قرار الحماية الذي حصلت عليه ندا اليوم ليس حكما نهائيا بل قرار حمائي لها يمكنها من اتخاذ قرارها بهدوء فإما تكمل دعواها الجزائية ضد معنفها وتحاسبه وإما تلجأ إلى محاكم الأحوال الشخصية لتستحصل على حكم بطلاقها يعيد إليها حريتها السليبة دارين دعبوس قناة الجديد أهلا من جديد أول انتحاري يحمل جنسية أمريكية يفجر نفسه في سوريا كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن هوية مواطنها الذي نفذ تفجيرا انتحاريا في سوريا وأصبح أول أمريكي ينفذ عملية انتحارية في هذا البلد منذ بدء النزاع فيه قبل أكثر من ثلاثة عوام وقالت متحدثة باسم الوزارة الخارجية الأمريكية جينيفر باسكي يعتقد أن المواطن الأمريكي المتورط في التفجير الانتحاري في سوريا هو منير محمد أبو صالحة أستطيع التأكيد أن هذا الفرد كان مواطنا أمريكيا متورطا في تفجير انتحاري في سوريا ليس لدينا معلومات إضافية للنشر حتى هذه اللحظة طبقا لشريط فيديو نشره أنصار جبهة النصر الإسلامية التي تقاتل في سوريا فإن أمريكيا يقاتل تحت اسم أبو هريرة الأمريكي نفذ هجوما انتحاريا بشاحنة مفخة التفجير وقع في مدينة إدلب شمالي سوريا في الخامس والعشرين من الشهر الحالي وبحسب صحيفة الحياة فالتقديرات حول عدد المقاتلين الأجانب في سوريا في السنوات الثلاث الأخيرة تتراوح بين تسعة آلاف وأحد عشر ألفا وغالبياتهم من الدول المجاورة أما صحيفة الشرق الأوسط فنقلت على المسؤولين في الاستخبارات الأمريكية ووصول العدد إلى تسعة آلاف مقاتل أجنبي من أصل نحو ثلاثة وعشرين ألف مقاتل للمعارضة وزير خارجية سوريا يعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في السفارات بلغت خمسة وتسعين في المائة من عدد المسجلين وأعدموا طفل في دير الزور أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن دمشق التي صمدت عبر التاريخ في وجه كل الغزاة استطاعت بفضل وعي أهلها أن تواشها الهجمة الإرهابية التي تتعرض لها سوريا وقال الأسد لدى استقبال عددا من وجهاء مدينة دمشق ممن أسهم بجهود المصالحة في مناطق عدة إن قوة أي بلد هي بقوة شعبه ولولا الحس الشعبي العالي لما استطاعت سوريا أن تصمد وأن تحبط المخططات التي تدبر لها في الخارج كذلك أشار نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى أن الانتخابات الرئاسية السورية جرت في 43 سفارة لافتا إلى أن نسبة المشاركة بلغت 95% من عدد المسجلين بدوره لفت رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات هشام الشعار إلى أنه لم ترد أي شكوى في شأن أي خرق خلال انتخابات السفارات وفي الميدان تداول ناشطون سوريون على موقع يوتيوب مقطع فيديو يظهر عددا من أفراد داعش وهم يعدمون طفلا في مدينة دير الزور رميا بالرصاص في وسط ميدان عام أمام أهالي المدينة وأشار الناشطون وفقا لموقع فيتو إلى أن داعش وقعت عقوبة الرمي بالرصاص على الطفل السوري لاتهامه بالسرقة أما في إدلب شمالية سوريا فقد استمر النزوح من المدينة التي يسيطر عليها نظام إلى مناطق الريف الواقع بغالبيتها تحت سيطرة المعارضة خشية عملية عسكرية وشيكة تعد لها المجموعة المسلحة ضد المدينة وخصوصا أنه بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على حمص ترى المعارضة في إدلب المعقل الجديد لها مع الإشارة إلى أنه سبق حركة النزوح قرار صدر عما يعرف بالهيئة الإسلامية لإدارة المناطق التابعة للمعارضة يقضي بإغلاق الترك المؤدية إلى المدينة ابتداء من عصر الخميس وعللت الهيئة قرار الإغلاق بدخول عدد من السيارات الملغمة مناطق الريف قادمة من المدينة وفي سياق منفصل ذكرت بعض وسائل الإعلام أن القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني عبدالله اسكندري قتل في سوريا خلال دفاعه عن مقام شعي في مطلع الأسبوع وسكندري هو رئيس جمعية خيرية حكومية في جنوبي إيران تساعد قدام المقاتلين وأسى شهداء الجيش لكن لم يصدر تعليق عن الحرس الثوري ولا عن وزارة الخارجية الإيرانية غير أن وكالة أنباء فارس الإيرانية ذكرت أن مراسم تشيع القائد ستقام الأحد في مدينة شيراز ملك المغرب يبدأ زيارة رسمية لجارته تونس بدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس زيارة رسمية لتونس تلبية لدعوة من الرئيس محمد المنصف المرزوقي يرافقه نجله الأمير مولاي الحسن وشقيقه الأمير مولاي رشيد وأجرى العاهل المغربي والرئيس التونسي مباحثات رسمية في قصر قرطاج تناولت قضايا دعم التعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب ومسجدات الوضع في منطقة المغرب العربي وخصوصا الاقتتال القائم في ليبيا وتبعات ذلك على منطقة الساحل والصحراء كما ألقى كلمة أمام البرلمان التونسي ومخطئ أيضا من يتوهم أن دولة لمفردها قادرة على حل مشاكل الأمن والاستقرار فقد أكدت التجارب فجل المقاربات الإقصائية في مواجهة المخاطر الأمنية التي تهدد المنطقة خاصة في ظل ما يشهده فضاء الساحل والصحراء من تحديات أمنية وتنموية ومن بين الاتفاقيات المهمة التي جرت توقيع عليها اتفاقية تدريب الآئمة في المساجد التونسية فبعد الاتفاقية التي وقعها المغرب ومالي بخصوص تدريب 500 إمام في سياق مواجهة الفكر المتطرف جاء دور تونس للاستفادة من التجربة المغربية في مجال تدبير الشأن الديني ولان نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت ونبدأ مع الديار وفي عنوينها أسبوع على الشغور الرئاسي وريهن داخلية على المحطات الإقليمية واهتزاز حكومي قرار الداخلية بمنع النازحين من دخول سوريا ليقبله وزراء 8 أذار 48 ساعة تحدد منصير الامتحانات وحزب الله انتقد لقاء الراعي باللحديين انفجار في عرسال وسقوط جريحين الجيش ناجم عن عبو وازنتها 2 كيلو الأسد الحس الشعبي أفشل المخططات الخارجية الاشتباكات تتصعد بين داعش والأكراد في الحسكة الاشتباكات تجددت بين الجيش التركي والكردستاني كأس العالم في كرة القدم من عام 1930 حتى عام 2010 ننتقل إلى عنوين المستقبل وفيها رصاص المقاومة يستهدف بعبد على رأس السطح وإجراءات أمنية وقضائية لتوقيف مطلقيه الداخل إلى سوريا لا يعود نازحا مجزرة لقوات الأسد في حلب ومقتل قائد في الحرس الثوري في دمشق الاتلاف سلوك إيران كارثي على المشرق العربي العراق سيارة مصفحة ومليون دولار من المالكي لكل نائب يؤيد ولايته الثالثة 1500 أسير فلسطيني يضربون عن الطعام وعشرات في المستشفيات ننتقل إلى عنوين الحياة وفي أبرزها لبنان كل نازح يدخل إلى سوريا يفقد صفته لدى مفوضية اللاجئين مطلعة سلام في مجلس الوزراء استوعبت السجال على الصلاحيات أصر على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المؤتمر الوطني يرفض خيارات حفتر مقتل عشرين من الموالين بتفجير نفق في حلب وستون عدد قتل الحرس الثوري الإيراني وفتاوى بتحريم الاقتراع الآلاف يهجرون مناطق النظام قبل انتخابات الرئاسة القاهرة تترقب تنصيب السيسي ومبارك يبكي هيجل يوجه اتهامات علنية للصين بزعزعة استقرار آسيا وأخيرا مع صحيفة الشرق الأوسط أمير الكويت يلتقي روحان اليوم لبحث العلاقات الخليجية الإيرانية اتفاقية الرياض والاتحاد أمام الاجتماع الوزاري الخليجي في السعودية واشنطن أكدت وية انتحاري إدلب أبو هريرة الأمريكي لبنان ينزع صفة نازح عن العائدين لسوريا الملك محمد السادس لا يمكن للاتحاد المغاربي أن يبقى خارج منطق العصر الناقلة غيرت مسارها بعد أن كانت في طريقها إلى أمريكا غموض حول وجهة أول شحنة نفط تصدر عبر خط الأنابيب الكردي والآن نذكركم بأبرز العنوين كان في النشرة للمرة الأولى منذ اغتياله رشيد كرامي ناخبا رشيد كرامي وعشية ذكراه صوره ترتفع في طرابلس الصلاحيات تهدد فخامة الحكومة كان في اقتراحات أن يوقع الجميع أو أن يوقع التلتان أو يتوقع الأكثرية الموجودة الراعي مبرئاً عملاء لحد من تهمهم في الخاص أطفال الحشيشة في الزراعة والإطلاق وكان في النشرة آخر إبداعات داعش أعدام طفل في دير الزور ختم نشرتنا شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء عند العشر والنصف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة